السلام عليكم اخواني المغاربة نتمنى من الله كل شي يكون بخير وعلى خير وكل شي يكون بصحة جيدة قبل ما ندخل في الموضوع ديال الحلقة ديال اليوم غادي نشارك معاكم واحد تعليق لي كنخلاه لي واحد الاخ في الحلقة اللي سبقات اللي كنت هدرت فيها على الاضراب ديال الاساتيدة الاخ قال ليهم لا يعقلي بلد سيحتاضين مونديال كرة القادم هو لا قدرة له في احتضان مشاكل التعليم كلام كي بلية في الصاميم واش دولة ما قادراش تنظم حتى راسها ما قادراش تنظم حتى الفوضى اللي عندها في جميع القطاعات ولكن قادران ينظموا كأس العالم اعلم بلية مؤخرا هاتشي زاد على الحد دياله الدولة خرجتليها طاي طاي رجعوك يتأمرو مباشرة على مصلحة الشعب هو مده باش كيديروك يكرهوك غاب الفن باش تهز ولادك كنت باش تقررهم في التعليم الخصوصي هم مكاروش قاع المدارس العمومية يتسدوك دولة ما بقعت بغا تصرف حتى ريال من جيبا على التعليم واش الفلوس ما بقعتش ولما نعرف شنو اللي واقع في هذا البلد ولكن الفلوس موجودة غير على المهرجانات والشيخات وعلى كورة القادم والحويج التافين أما على التعليم والصحة مكينش فلوس المسؤولين غير كتش بدلهم حس ذيل التعليم والصحة كذيرو راسهم مسمعوكش يبغيوا بالزر بين السيوك باش يقلبوا لك الموضوع وباش بلا منطول عليكم وندخلوا في الموضوع ديال الحلقة اللي يتعلقوا بله اليوم موضوع ديال الحلقة ديال اليوم هو للناس اللي كيقولوا كيف كتبغي الفلسطين الخير بغي حتى البلادك كون فينا اللي مكيبغيش الخير لبلاده واش كانش واحد اتبغيش الخير البلاده كانش ناس كيحسونا فحل تضامن مع فلسطين خيانة الواطن كيحسوك كدابة انتضامن شي مع فلسطين فحل ما كتبغيش الخير المغرب بقيت قنا عرف ما أنفوقه أم لا هذا شيء كيفه ندركوا لهذا الشيء احنا اي شعب كنشوفوه المظلوم كنتضامنه معه احنا مع الشعب الفلسطيني مع اليمن ومع السودان ومع جميع الدول العربية والاسلامية كيف ما كيبقاوا فينا الاطفال في غزة يبقى فينا الأطفال اليمن الذين يموتون هذه السنين في الحرب بالجوع كيف لا يبقى فينا أطفال الصومان الجانب الإنساني الذي يجعل هذا الناس يبقى فينا لا نعرف أن هذه المصلحة البلاد فوق كل شيء ولا يجب أن نكون فلسطيني أكثر من الفلسطينيين بنادم لا يجب أن يغلط راسه إذا اجبت هذه الظروف و أريد أن نكون فلسطيني أكثر من الفلسطينيين نكون، لماذا؟ وشرف لي نكون؟ رأيت واحد نوعية من المغاربة عدابة لا يسمعك تقول غير تحية فلسطيني يقول لك مصلحة البلاد هي الأولى وش هاد الناس حماق؟ هاد الناس غير خصوهم يهضروا وصافي هاد الناس متناقضين غير مع راسهم نهار اللي يخرج الشعب يهضر على حقه ما يعجبهم لحال نهار اللي يخرجوا الأساتيدة والأطباء والمعطالين يطالبوا بتسوية الوضعية ما يعجبهم لحال شنو اللي عاجبهم؟ الله أعلم ما يعجبهم؟ أخنوش ديروا هذه فراسكم هاد الناس اللي عنقول لكم ديروا فراسكم كيف يبقوا فينا المعتقلين في غزة كيف ما يبقوا فينا المعتقلين في الريف احنا ما ضد حتى شي واحد وما ضد مصلحة هذه البلاد احنا فقط ضد الظلم اللي عنده شيفهم يحاول يسده شوية وانا من حقي كمواطن مغربين تضامن مع فلسطين في الوقت اللي بغيت انتا ما غديش توريني فوقاش غدي نتضامن مع القادية الفلسطينية انا حر نتضامن مع من ما بغيتش وبالطريقة اللي بغيتش ما سوق حتى شي واحد فيها انا سيدي بغيت نشوف نساء فلسطين برا السجن دير الاحتلال كيف ما بغيت نشوف سعيدة العالمية حتى هي برا السجن واشده بقلت شكلام دير العيب هاد الشي اللي قلت فاش مقلقكم هاد الشي اللي قلت فاش مبرزتكم انا كنقول اخوتنا الفلسطينيين يسمحوا لي بزاف حيش مقدرش نعاونكم ماديا اللي في يديها هو اعلاميا انا كنعاونكم اعلاميا وكي نأتيكم من الأخر شفت القادية الفلسطينية ما كتقبل القسمة على جوج ما عندك الحق تكون فيها محايد يا اما تكون مع القادية الفلسطينية او راكم صهين ابن عمي انا كنظن ما كنش انسان عنده ضامر على وجه الارض غيكون مع هاد الشي اللي كيديروه جيش الاحتلال في خوتنا الفلسطينيين شوفوا ما حال الشعب الفلسطيني تحت القسف عمره استسلم ولا باعه القادية اخوتنا الفلسطينيين يعلمون معنى الشجاعة معنى الرجولة يعلمون ما هي كلمة عزة لهذا ابن عدم يحشم شوية على عراضه وما يبقى ابن عدم غير يهضر ويقول انا مغريبي ما عندي حتى دخله في الشعب الفلسطيني اذا قلت لك اليهود يدافعوا على فلسطين ستتقيق بيها ويتمنى اليوم التي تتحرر فيه من يد الصهاينا هادو يهود ما بلوك انت عربي فلسطين ارض عربية اسلامية جاءوا البريطانيين لها وحتلوها وجاموا الصهاينا من كل البقاء في العالم وحطوهم وسلحوهم لكي يحتلوا فلسطين بريطانيا هي اللي وعدت الصهاينا لكي تنشأ لهم دولة في ارض ماشي ارضهم لهذا دكتشي اللي يوقع في غزة ما سميشو ارهاب سميشو مقاومة لسرقة الارض ما تفقوش تقولوا حماس هما اللي بدوا العيب في طوفة الاقصى ما تفقوش تقولوا الناس حماس هما اللي ورطوا الفلسطينيين اللي ورطوا الفلسطينيين هما حكام العرب لهاديش حال باعوا القاضية الفلسطينية اما حماس ولا المقاومة كي يدافعوا على ارضهم اللي مسلوبة منه بالقوة هذا بغادي نفكركم في واحد الصريح كندارو رئيس الحكومة السابق سعدين العثماني مباشرة من اللي حررنا معبر القرقالات من عصابة البوليزاريو كان العثماني قال واحد الجملة اللي دارت واحد ضجة في ذلك الوقت ما نعرف واش باقي من عاقلين عليها او لا من اللي كان سعدين العثماني رئيس حكومة قال احنا حررنا معبر القرقالات ومن اللي قال له الصحافي سبتوم ليليا قال له العثماني سبتوم ليليا غير مسألة وقت وصافي لماذا في ذلك الوقتها ناضي قيامة لماذا في ذلك الوقتها دارت ضجة واسبانيا استدعت السافير ديالها ولكن لماذا لا قلنا نحن المغاربة على سعدين العثماني في ذلك الوقتها رئيس ارهابي ولا رئيس تخرف حيث عارف ان هذه الارض ارضنا سبتوم ليليا ارض مغربية وحتى هما فلسطينيين في حال هكا ما يقبلوش اللي يساومهم في ارضهم رافضين يركعون على قبل ارضهم بغان يتقاتلوا حتى الاخر نفس على قبل ارضهم واذا انت؟ لا تريد ان يأتي عندك يقول لك ما تقول الصحراء مغربية حتى هما كذلك مستعدين ومعندهم مشكلة يموتوا على قبل ارضهم لا تسننوا من المؤتمرات واللقاءات العربية هما اللي يفكوا لهم المشاكل هما يعطين ارواحهم واجسادهم وولادهم حيث مامنين بالليه سيأتي نهار وستحرر ارضهم واللي يقول لك السلام لا يتحقق بالقوة سنقول لي في زماننا هذا الحق يتخذ لا يتعطي واللي يجاب استقلال المغرب والمثال الدول ليس هناك السلام واللي يجاب استقلال هي المقاومة الشعبية لهذا يجعلوا الناس يدافعوا على ارضهم بالطريقة التي يريدون ويشاهدونها ومسلكهم هل قدرتوا تعاونهم؟ اعاونهم لا تستطيعوا توصيق صورتهم قبل الفن باركار الاعلام الغربي يوصيق صورتهم لا تزيدهم لا تزيدهم كما كانت المقاومة الشعبية بعدها كرة باقي المغرب لا تزيد المغرب فرانسيس هذا هو أول شيء يجب عليكم بالنسبة للناس الذين يقولون المقاومة الفلسطينية غلطت نقوم بغلط لأنهم مباشر ومن حقهم يغلط ولكن يجب عليك الغلاط في المقاومة الفلسطينية غير المقاومة الفلسطينية التي تغلط لماذا لا تحضروا على المسؤولين الذين غلطوا أغلاط بالجملة واحد يجب علي الأغلاط هو الحماس لا نعرف حماس فيه يجب عليهم ونقوم بغلط المسؤولين لا يجب عليهم ومن حقهم ومغلط لا تزيد المقاومة ومع القاضية الفلسطينية لأنها قادية عادلة ومعهم صافية نحن نعرف من الصحفيين في القاضية الفلسطينية غير قانطرة هذا ليس لا يغفاوا ومعهم يصفح حساباتهم ويصفح القاضية الفلسطينية طريق يوجد صحفيين ما هو الموضوع الذي يجب عليهم ماذا يريد أن يسمع الجمهور و يبقى يهضره كل من يرى غير الكفافين ميلا و يبقى يدوي و يهضر دائما هو غمع الرابحة كان هناك صحفي بما تذكره اسمه الذي تبهدل و كل شيء عاق به انتم ستعرفونه الذي فيديوهات التناقضه يتساريه في مواقع التواصل الاجتماعي رجع بنادم يتروني به أو مسخارة بين الصحفيين لأنه لا يوجد موقف تابت عليه هو غمع الرابحة مرة يقول لك المغرب لا يحتاج إسرائيل لا يحتاج إسرائيل ما هذا الحجم هو التناقض و لكن المشكلة من هذا الصحفي يريد أن يعجب كل شيء اصدق ذلك يضحك عنه كل شيء أنا الذي فاقصني هذا الصحفي ليس شيء عنده رأي و مع الوقت غير رأيه لأنه يعرفه و لعد فهم و لعد بليل غلط و غير رأيه و كان في حال هكذا سنعذره و نقوله هذا شيء عادية و مزيانة و مفيدة مرحلة و كنا ندوزون منها و لكن ما نفهم هذا الصحفي كان فهم و هذا ما نعرف ماله و لا يجب أن يفهم صحفي غرق حتل ودنين في التناقض يدور و يقول لك أريد أن يهرسوني ماذا يريد أن يهرسوني ماذا يريد أن يهرسوني؟ الموجة التي تريد أن تركب عليها و أنت تفهم بكل شيء حتى من القضية الفلسطينية نعرف لك لماذا تهضر عليها قال لك إذا قتلت الدولة للمشي لفلسطين هذا الدليل بأنك قتلت الدولة التي قتلت الدولة و التي تكديرها هل سوف نقول لك؟ الله يجعل نفس باغتنا و صافي ها هو مشا عمي كان معكم ذا أخونا التي تعرفوه بلا ما يحتاج يسمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السلامة